مدرسة على الهواء المفجين على اليونت برضو اللي احنا هناخدها امتلك اللي هي بتشمل اللي هو الاذمنة المهمة في اول حاجة بقول في فرق طبعا بين اللي هو السيدات بتروحها ما بتحب تعمل اللي هي تحصل على قصة شعر بتروح فين وبرضو المين اللي هو رجالة برضو بتروح فين الرجال بيروحوا للبربرس شوب اللي هو الحلاء لكن السيدات بتروح للهير دريسر هنا عندي طبعا احنا حنروح اللي هي الوحيدة اللي تنفع معاها اللي هو بربرس بربرس يا ريت انتو كده انا مش هنزل بالحل مش هعمل underline على الحل عشان انتو تعملو زي هامورك بالضبط انت حتصور معايا وتحلو زي الهامورك بالضبط ومن اسناء انت طبعا لو عايز تتأكد تعمل confirm على الحل بتاعك انت بتستمع على الحلقة وتتأكد من الحل بتاعك يبقى هي المناسب بتاعي هو بربرس بربرس الابصرف اس مش شرط اقول البربرس شوب هي الابصرف اس بتدل على المكان يبقى اول حاجة بربرس نمبر دو ترين اللي هو القطر طبعا القطر بيكون الترين مش موجود الا على الانسر بتاعتي اللي هو طبعا الستيشن البيفمينت الرصيف حقول اي 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 ا لا طبعا. We can read books at or in the library. Library يعني مكتبة الكروة اللي انا نقرأ فيها الكتب. لكن البوكشوب اللي هو مكتبة الخردوات اللي انا بشتري منها الادوات المدرسية او اي حاجة انا بحتاجها للدراسة او الكتب عمتان. انا خدمنا طبعا في بلسات we go and out of the exhibition museum اللي هو المدحف المصري خدمنا حاجة اسمها what are you راورس يعني ما ساعات العمل لديكم فردو We are open from 9-7. يبقى هي what are your يعني ما ساعات العمل لديكم حناخد طبعا الانسر عندي what يبقى what ask about the hours الساعات what are you ravers بعد كده we انا لسه ايضا what are you ravers we are open we are open يبقى كيد طبعا اللي بعديها we are we اصلا بتاخد ايه تاخد or وطبعا احنا قلنا expression على بعضه we are open هي معناها هنا we are open يعني احنا تتحين هتقدر تاخد ايه انت بقى اللي هو بالكم بتاعتك اللي هو السلايد الاولاني يتاخدوك اللي هو صورة عشان خاطر تعمله هومورد بعد كده عندي اكتب 3 4 adults 3 اجم 3 طبعا يبقى اكيد هناخد 3 pounds 3 pounds يعني ثلاث جنيهات للأدلس 4 adults بعد كده عندي i am in i am in i am in i am in in the 4 spaghetti i love it i am in i am in the mood for احنا اخذنا طبعا اما قال له are you ready to order yes قال له yes what's today's special اللي هو ما الطبق الرئيسي لديكم قال له spaghetti and meatballs فقال له i am ده ده في الريسترا في الريسترا انت في المطعم i am in the mood for spaghetti i am in the mood اللي هي number D mood for spaghetti يعني انا مزاجي رايح للسباجتتي طبق اوكي يبقى mood for بعد كده عندي احنا استاك 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 طعام من اللحم المشوي استاك lux دايما الاكل طبعا الاكل باخد معاها يا اما terrible terrible طبعا ما يكون مش لطيف و delicious و tasty delicious اللي هو لذيذ و tasty يعني برضو لذيذ او زمزاق يعني اللي هي a stack lux because it is well done well done واخدنا درجات السواء بالنسبة للطعام rare medium or well done اللي هي rare يعني ناضج غير ناضج مش غير ناضج قوي يعني بس هو يعني مش مستوي جدا medium اللي هو جيد و well done يعني جيد سواء فاخد delicious delicious اللي هي number a اللي هي لذيذ what's today's اللي استقالين اما قلنا what's today's special قالو spaghetti and meatballs i am in the mood for spaghetti با هناخد what's today's special يعني ما الطبق الرئيسي ده ممكن تسأل السؤال ده في اي مطاعم عما بتسأل على الطبق اللي هو عامله اليومي هتسأل what's today's special فانت طبعا لهو هيقولك اسمه لو انت اكسبت يعني انت قابلته او انزمه مطفريت هتقوله تطلبه يبقى كلمة what's today's special يعني ما الطبق الرئيسي لديك ده بتسأله في اي مطعم تمام are you to order احنا خادنا are you ready are you ready to order are you ready to order طبعا مش هاخد بوكس ولا write ولا read يبقى are you ready ready to ready to بلاصة الانفينتف يعني مستعد الى ودي مش الاكسبريشن ده مش شرطة الفين في المطعم ممكن نقر are you ready to وبعليها الحاجة اللي انت هتعملها are you ready to study are you ready to have the race are you ready to بلاصة الفيرب اللي انت هتسأل عنه ومش شرط اللي هو order ده اكسبريشن طبعا حاجات دي كلها ممكن تستخدمها في محادثاتك اليومية i am gone i am gone i am gone to have check and soup check and soup with that وفي فيرب هنا بقوله وبعدين good احنا خدنا كلمة sound is good او looks good زي ما انت شايفين في نمبر 2 في نفس السلايد a stick looks delicious looks يعني تبدو وبيجوارها الادجكتف الصفة يبقى looks delicious مثلا اقولك you look happy بيجوارها الادجكتف هنا كلمة sounds sounds good يعني تبدو جيدة يعني هو اللي check and soup عجبته فعشان كده بيقول تبدو جيدة اللي هي number a sounds good sounds good يعني تبدو جيدة تمام احنا ليه جايبن لكم الاندرلاين كتير لان الاندرلاين هو جامع كل الجرامر الموجود وجامع طبعا الexpressions اللي هي موجودة revision دايما انا بعمل confirm على الاندرلاين فالاندرلاين هو ده مش السؤال الوحيد عندي في الاجزام لا بس احنا عشان خاطر نعمل gaining gaining the information نعمل gain the information من خلال الاندرلاين الاندرلاين بيكون الexpressions اللي موجودة من اقدر نقولها ونعيد عليها اكتر من مرة من اعمل برضو confirm على cancel اللي هو الازمينة المهمة وطبعا الازمينة وكل الحاجات الجرامر اللي احنا خدناها بيكون من خلال الاندرلاين احنا منشوف الexpressions ومنحاول اللي احنا نعمل له analysis she had two she had two وعندي of roasted beef الroasted beef طبعا اللي هو الroasted beef hot drink اي حاجة cold ممكن اشربها بالكان cannel هي العلبة المعدنية a cannel lemonade في الاكلبة اي حاجة بتتقطع شرائح احنا ممكن نقولها piece of or slice of اوكي اي حاجة بتتقطع شرائح تمام حدا حيقولي مكتوب عندي في الكتاب يميس مكتوب slice of roasted beef لا انا ممكن اقول piece of او ممكن نقول slice of اي حاجة تقدر تقولها بتتقطع شرائح حتى لو fruit واللي cheese ممكن نقول ايه piece of cheese او ممكن نقولها piece of pizza اوكي ده انا اي حاجة بتتقطع نقدر اعطاه شرائح نقول piece of او ممكن نقول slice of في كمان يميس البطل او البطل هي زجاجة زجاجة ممكن نقول a bottle of milk or water اللي هي ازازة من المياه or juice اللي هي الحاجة اللي انا نقدر نحطها في الازازة دي في الازازة نقول اسمها ونقول اسم الحاجة اللي انا نقدر نحطها فيه اوكي ده كان فيه اللي هو الكنتينر الحاجات اللي انا نقدر نعدها طب الكنتينر زبت تجمع ممكن نقول cans ممكن نقول bottles ممكن نقول كابس ممكن نقول glasses في بيزبكها عدد يزبكها لو سبكها عدد اكتر من واحد يبقى نقول ان لازم نحط لها اسم يلا نشوف السلايد اللي عندي ده اول حاجة في number one she had to وفيه space of roasted beef طبعا مش حكله بالكنز ولا البوتلز ولا ازازة ولا بالكاب المفروض slices هي number six slices هي في الكتابة الاساسي مفروض هنحط لها اسم انا بأكد علىها اكتر من مرة يبقى two slices of roasted beef يبقى هنحط لها اس اللي بعده he has a يبقى طبعا ا الشيكين سوب الشيكين سوب اللي هي الشربة الشربة عمتا او الفروض ثلاث باخدها بالبال bowl of chicken soup كلمة الوف اللي هو رغيف الوف of bread لكن نقول l-o-a-v-e-s يعني ارغفة بتتغير شكلها l-o-a-v-e-s لكن هنا الوف يعني رغيف واحد طبعا الشيكين سوب ديت انا بشربها بايه bowl of bowl of chicken soup بعد كده how bread did he have احنا خيات مطابعة اللي فرق بين how many و how much لازم يجو وراها الاسم count يعني اسمه يعد ولازم انا اقدر يعده ولازم يكون في البلورال في الجامع من الخبز من الخبز من الخبز من الخبز لكن هنا بريد بس uncountable نون يعني اسم لا يعد يبقى حاخد معاها how much اللي هي number c how much bread did he have اللي بعده i had a لسا ايلينها من شوية i had كلمة coffee اللي هو القهوة القهوة بتتشرب يا بالكاب يا بالمك تمام يبقى a cup of coffee cup of coffee okay they had one of water المية بتتخطف ايه في bottle of water bottle of water يعني يعني السجاجة من المياه تمام بعد كده what what we did they وفي space وعندي yesterday احنا عارفين الفورمي بتاع question هو شكل السؤال في past simple بيكون ازاي انا ببطدي بالwh بتاعتي بادات الاستفام وبعد اداة الاستفام انا بحط did وبعد did بحط الفاعل وبعدين هرجع الفعل الاصله تعالوا نشوفوا ال steps اللي انا قلتها ده اللي هما اربع خطوات اول حاجة عندي اداة الاستفام اللي هي وقت number two عندي did ده ده في الفعل انا معمل سؤال في الماضي في past simple في الماضي البسيط بحط اداة الاستفام وبعد اداة وبعدين الفاعل الفاعل عندي زي لازم بعديها الفاعل في المصدر ياما نشوف الفاعل في المصدر هو ايه هناخد does لا طبعا ده ده اللي هو الفعل المساعد لل present simple معهو شو ات did لا ما ينفعش نقول did ده مش المصدر ده اصلا فعل مساعد is لا مش is يبقى ناخد do do يبقى what did they do yesterday اني ماذا فعلوا الامس بعد كده i hum by myself مكتوب took took يعني past من take يبقى take took يكتبوها هون كده في الورقة take تبقى took stay تبقى stayed we do تبقى did we do و slice تبقى slice slice معناها برضو بتيجي كverbal canoun معناها يقطع الى شرايح او معناها شريح تمام هنا هناخد كلمة home بيجي معها stay home يعني يبقى في المنزل لوحده by myself يبقى i stayed home by myself يعني انا قعدت في البيت لوحده يبقى stay home تمام بعد كده he space his hair by himself last week هنا الهير ممكن نقول cut يجي معها cut او wash تمام وعلى حسب انا بحطه في ال past symbol او حطه في الزمن بصرفه على حسب زمن الجملة فمكتوب عندي last week يبقى اكيد هناخد في ال past مش هاخد went ولا هاخد took ولا هاخد eight اكيد i washed he washed his hair by himself last week we took the bus we took the bus by وفيه space واحنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عندها مش هناخد وقت فيها تاني اللي هو reflexive pronounce اللي هو ضمير المنعكس انا ببصطه على الفعل واشوف ايه الضمير المنعكس عليه في عندي we لو انتو فاكرين we we took the bus وطبعا معلومة اللي انا هقولها اللي هو take كيف بتجي معا ال ايه transportation كلها لا هي وسائل المواصلات يبقى وعلى حسب التصريب بتاع يأخذ يأخذ ال ايه الباس by by ourselves our selves يبقى we خدنا معاها our ourselves she didn't لسه ايلين في نفس السلايب فو او number one اللي هو question السؤال لازم ااخد الفعل في المصدر وبرضو negative النفي didn't ناخد وراها الفعل في المصدر didn't او don't او doesn't او can او can't او will او won't باخد الفعل في ال infinitive يبقى هاخد ايه نشوف بقى بس طبعا نشوف اللي بعده هناخد ايه بعدها ما هو لازم الفعل في المصدر تمام ونشوف كلمة المصدر بيجي معاها ايه buy her self المصدر اللي هي البقالة اللي هي البقالة البقالة بعمل فيها ايه stay stay groceries no مش هينفع ولا wash ولا chop ولا buy هنقول she didn't buy groceries by herself يبقى هنشتري المصدر يبقى buy groceries اللي هي الستب اللي عندي المناسب هناخد ايه اللي هي buy تمام وطبعا انتو هتاخدوا السلايد ده ك هتوقفوا مثلا الحلقة لو انتو بتفرجوا علينا دلوقتي هتاخدوها ايه بالكام بتاعتكو كاميرتون موبايل او لو انتو بتفرجوا عليها في اينيوير هتقدروا توقفوها وتاخدوا الايه وتحلوا ده كهومورك يعني اللي بعده we didn't go to the dentist we didn't go to the dentist we didn't go to the dentist وفي ourselves طبعا الرفليكسي اللي هي الدمائر منعكسها ناخد قبلها حرف الجر buy يبقى buy ourselves يبقى buy ourselves تمام they went to there buy ourselves ايه الحاجة اللي تنفع اخدها كمكان apples لا طبعا مش هناخدها ولا hair ولا الشعر ولا fruit يبقى dentists احنا خدنا اصلا في الديلي اكتفيتس هي unit 3 go to the dentist يعني يروح لدكتور الاسنان تمام يبقى اكيد هناخد went to the dentist هنا بعملها كمعاملة المكان تمام went to the dentist I earned my shirt by لسه ايلين الرفليكسيnumber I يبقى انا制د التي شرت بنفسي يبقى I هاخد معاها myself اللي هي número C يبقى I ironed my shirt by myself توه put her shoes طبعا لسه ايلينها هي طبعا لا ده مش رفليكسي civilian عندي اوت ولا باي ولا فروم ولا اين هو برضو نفس الموضوع هاخد باي باي هنا طب الميس هتقول لي يعني انت لسه ايلان يا ميس اللي هي باي بيجي معها الريفليكس بروناون وهي ضمار المنعكس زي زي myself وميسلف والكلام ده كله باي لها كزا معنا باي معناها بواسطة يعني زي ما قلنا من شوية في نفس الحلقة we took the bus ماشي او i went to school by taxi by car ده بيجي وراها transportation هي وسائل الموصلات معناها بواسطة باي بنفسي بيجي وراها الريفليكس بروناون ضمار المنعكسة اللي احنا قلنا الاخيرها self او self باي معناها بجانب هنا معناها بجانب هنا هي طقة put her shoes بجانب الباب يبقى buy the door buy the door تمام يعني بجانب الباب mother mother gave me a grocery وفي space to get from the supermarket يبقى ماما هتديني احنا اخدنا قبل كده الفرق بالlast menu list اللي هي قائمة المشتريات و menu اللي هي قائمة الطعام وبوك طبعا كتابه table اللي هي الترابيط طبعا احنا اخد list اللي هي قائمة المشتريات لكن نقولك i choose my food from the menu ميني اللي هي قائمة الطعام لكن grocery list اوكي بعد كده actor always autographs عندي autographs اللي هي اللي هو الاؤتوغراف الاؤتوغراف اوكي بيمضي عليه بيمضي عليه بيمضي عليه اللي انت بيكون معاك الاؤتوغراف بتاعك وانت متقابل متقابل اكتر او اكتريس او شخص فيما اسمعنا او شخص مشهور هو بيمضي لك عليه او بيكتب اسمه او بيدي لك اهداء يعني فاناخد sign اللي هي number d sign g silent يبقى sign autographs اوكي take خدناها وtalk يعني يتحدث talk to يعني يتحدث الى شخص ما i talk to my friends تمام لكن اقول i talk on the phone يعني انا بتكلم في التلفون و sing يعني يغني sing a song او the singer sing the song يعني بيغني اغني يبقى ناخد sign اللي هي number d noha is a famous film school لا طبعا ولا library ولا park park يعني معناها اللي هي منتزه او حديقة يبقى اكيد هناخد is a famous film star star اللي هي number b i never put i never put وفي space makeup خدنا يضع مكياج وخدناها برضو في اللي هي visiting film studio اللي هي زيارة فيلم لصناعة الافلام وخدنا الاكتر والاكترس الفرق بين الاكتر والاكترس اللي هو شخص اللي هو معناها ممثل بس للرجال و اكترس ممثلة بالنسبة للسيدات وخدنا طبعا اللي هي اللي هي put on makeup يعني يضع مكياج و wear a wig يعني يرتدي بروكة يبقى هناخد i never put on makeup يعني يضع مكياج i hardly hardly wear a wig i hardly ever i hardly ever wear a wig hardly ever يعني يعني ابدا وخدناها برضو في اللي هي الكلمات اللي بتدل على present sample اللي هو الزمن المضارع بسيط يبقى i hardly ever يعني انا ابدا wear a wig يعني equal هي 10% يعني 10% يعني بيلبسها بالكاد يعني بصعوبة يبقى ناخد ever ever she always talks on talks on لسه ايلين على talk to talk to بيجورها اللي هو الشخص و talk on اللي هو talk on the phone the phone يعني يتحدث في الهاتف you ever lesson to music احنا قلنا طبعا انا بابتدي ب do or does وبعدها ايه subject وبعدها ever وخدنا حلقة على ده حلقة كاملة ازاي النشرة نعمل اللي هو ياسر no question by using do وخدنا برضو ازاي بhow often لو انتم بتبعيني هتعرفوا هناخد اكيد طبعا do اللي هي عشان في you هناخد do وطبعا ليه اللي خلاني برضو اخد do اللي هو ال verb عندي في المصدر اللي هو lesson lesson ده في المصدر فهاخد do تمام طبعا هي ضصي برضو بتيجي معها الفعل في المصدر بس عندي you هي اللي خلتني اخد do يبقى do you ever listen to music هو انت عمرك سمعت للموسيقى يبقى do you ever listen to music احمد الساقة is a famous famous farmer 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 يعني فلاح ولا teacher مدرس ولا doctor اللي هو doctor ولا actor اكتر طبعا ولا حنا يستقيدين اكتر يعني ممثل we to a film studio we saw ولا talked ولا watched ولا went went هنا لو كان فيلم الوحده يبقى فيلم مجرد studio هناخد watched تمام او saw الاتنين مفعل تمام لكن هنا فيلم studio كما كان هنقول went went to a film studio okay i am going to eat dinner at a nice طبعا انا باخد الميلز بتاعتي الوجبات لو انا هاخدها برا البيت يبقى اكيد هتكون في المطعم يبقى المطعم هتبقى اللي هو to the place where we can eat meals مش هناخد الساديو طبعا ولا library ولا citadel citadel اللي هن خدنا kite bay citadel قلعة kite bay okay do you نلسه قالين لو انتوا شايفين في السلايد الاول في نفس السلايد في السنتنز الاولانية في السؤال الاول do you a ever هيبه هناخد السيطة بالانسر عندي ever never لازم تيجي في الجملة تمام لازم تيجي فيين في الجملة فهناخد ever ever اللي هي بتيجي في ال question do you ever drive a sports car عمرك سوقت سيارة سيارة السيارة الرياضية she packs bread she packs bread هي بتغبز البريد فيين كم مرة خدنا اللي هو كلمة once يعني مرة واحدة و twice يعني مرتين ومن اول ثلاثة لغاية نهاية انا بحط الرقم وبعدين معا كلمة times three times or four times هنا المناسبة معاها كلمة ايه one ما تنفعش ما تنفعش نقول one a day لا ولا two a day غلط و three لا زمي two two بتبقى twice و three بيجي معاها times يبقى الوحيدة اللي تنفع once a day once a day يعني مرة واحدة في اليوم يبقى she packs bread يعني تغبز الخبز مرة واحدة في اليوم he feeds the birds he feeds the birds يعني يطعم الطيور مرتين في اليوم يبقى لسه شايفين اللي هي المفروض اخد a day twice a day لو انتوا ركزتوا في اللي قبلها تلاقوا اللي هي a day اللي هي once a day وهنا twice a day a number c how often we you وبعديها read read في المصدر و ما عندي you يبقى كم مرة يبقى how often how often do you read a newspaper how often do you read a newspaper اللي بعديها رؤية is going to the cats قلنا اي حاجة اي حيوانات اي bats او baby او fish باخد معاها feed يعني يطعم feed the cats feed the cats و احنا شايفين اللي فوق اللي هي في number two he feeds the birds يطعم الطيور ممكن نقول feed the cats feed the dogs feed the fish يبقى feed the cats the cats ولا هياخد الميزيوم ولا هياخد الـ underground اكيد هياخد الـ medicine اللي هو الايه الدواء يبقى take بتيجي مع medicine واخدنا من شوية take بتيجي مع وسائل موصلة I usually take a math و take a test برضو بتيجي مع كلمة math test تمام او test او test take a test او take a shower او take a على حسب التست اللي عندك بتيجي مع transportation I usually انا عادة take a math a math test كلمة الوحيدة اللي مناسبة مش هناخد one ولا get ولا often هناخد once a month يعني مرة واحدة في الشهر how often do لسا ايلانها برضو do you read ورؤية المرة المرة دي في رؤية احنا غيرنا ردينا عند الرؤية take that twice a day مرتين في اليوم ايه اللي ينفع اخدو مرتين في اليوم hair cut قصة شعري ما ينفعش تعمل مرتين في اليوم ممكن نقول مرتين في الشهر بالنسبة للجيرلس ممكن نقول مرتين في السنة و speech يعني كلام و bread اللي هو الخبز يبقى اكيد underground takes underground يعني بتاخد اللي هو المترو مرتين في اليوم دلوقتي احنا الوقت معاكو عادة بسرعة اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة وزي ما قلتلكم اللي انتو تصوروا اللي سلايد سديت وتحلوها هومورك عشان تعملوا رفريش على معلماتكم thank you and good luck